وفي صحيفة العرب ايضا الاصلاح القضائي في اسرائيل يزيد من الخلافات بين بايدن وبين نيتنياهو تعود العلاقات بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نيتنياهو الى عقود لكن خطة اصلاح النظام القضائي التي تثير ازمة سياسية حادة في اسرائيل تلقي بضلالها على هذه العلاقة ويعد الرئيس الديمقراطي من اشد داعم اسرائيل منذ نصف قرن الا انه يواجه معضلة ازاء الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية اذ يتحتم عليه ان يجد موقفا متوازنا ما بين ابداء دعم ثابت للحليف الاسرائيلي واخذ مسافة عن حكومة نيتنياهو التي وصفها بانها الاكثر تطرفا التي يعرفها حتى الان وان كان بايدن نصح مرارا بالحذر حيال خطة الاصلاح القضائي وصولا الى التنديد بها يمضي نيتنياهو قدما في اقرارها دون الاخذ بالتحذيرات واصفا التعديلات التي يعتزم ادخالها بانها مجرد تصحيح طفيف برغم من ان التباهرات التي تهز اسرائيل احتجاجا على الخطة والانتقادات التي تثيرها في الخارج ونادى ايضا الرئيس الامريكي ايضا نادرا ما يقدر هذا التدخل في شؤون اسرائيل الداخلية حتى لو كان قدرته على التأثير تبقى محدودة وصف البيت الابيض الاثمين اقرار البرلمان الاسرائيلي بندا رئيسيا في خطة الاصلاح يلغي امكانية نظر القضاء ايضا في معقولية قرارات الحكومة بانه مؤسف اشتركوا في القناة